في اسلوب اذا قرأت السيرة النبوية تجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يستعمله وهو انصح التعبير الكأس العاطفي وشون الكأس العاطفي يعني يأتي ويعطي عاطفة للمرأة من خلال تعامله من خلال محبته فيسجل نقاط حب عندها اذا يوم من الايام ازعلت عليه او حصل اي موقف ففي الحقيقة الكأس اصلا مليان فلما يؤخذ من الكأس يفرغ من الكأس لن يفرغ الكأس كلها لكنه بينقص شوي يعني مثلا اذا جنست هي تفكر اذا كان مثلا يوم من الايام الزوج هاوش زوجته ولا ربما يعني تتهور وضربها ولا غير ذلك ثم من جنست تفكر قالت انا وش حصلت من هالزوج تقول لا والله لا والله هلا كريم معي لا والله هلا تعامله زي مع اهلي لا والله هلا مكرم والدتي لا والله هلا ما يشوف ابوي في مكان اللي يكرمه لا والله هلا جزاه الله خير انا معه الان من عشر سنين عمره ما مديده عليه لها المرة بس والظهرني زودتها انا شوي ورفعت ضغطه فهو كونهم سجل نقاط عاطفة من قبل تصبح المرة اذا زعلت عليه يعني كما قال فإن يكل الفعل الذي ساء واحد فأفعاله التي سررنا كثيره أو قال ألوفه ولذلك شوف كيف كان يستعمل العاطفة يعني تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معي نأكل الطعام فأتعرق العرق يعني تأخذ لها عظم وتنهش منه نهشة تقول فيأخذ العرق ويضع فاه على موضع فيه ويأكل من نفس الموضع هذا مؤثر عند المرأة من ذلك أيضا تقول وكنت أشرب بالإناء فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الإناء ويضع فاه على موضع فيه ويشرب بالنفس الموضع اللي أنا شربت منه هذه الأمور العاطفية للمرأة تلاحظها أنه يضع فاه على موضع فمي وأنه ما تأفف من أنه يأكل الطعام بعدي اليوم بعض الناس ربما لو زوجت تأخذوا لكم وتحطها في فمه أكلها على مضب النبي عليه الصلاة والسلام هي تنهش بأسنانها من قطعة اللحم ويأتي عليه الصلاة والسلام ويضع فما هو على هذا الموضع نفسه شوف العاطف اللي كان عليه الصلاة والسلام يعني يعطيها إياه يسافر يخرجون في سفر أو مع الجيش وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج الجيش يقرع بين النساء يعني يعمل قرأة لتقع عليها القرأة يأخذها معك فإذا رجعوا أمر الجيش أن يتقدم عنهم فإذا تقدم الجيش التفت إلى عائشة وعلى بعيرها ونزلت ثم قال تسابقيني فتسابقه شوف الواحد جاي وراكب علىها البعير ومرهق ومتعب ومع ذلك عنده استعداد عاطفي إنه يسابق زوجتي يوسع صدرها ما قال أنا والله مني فاضي أنا راجع من غزوه أو جيش أنا سوقها أمامي وأنا القائد وفاضي أسابق قلت بعد لا إلا بسابقك هذا تسجيل عاطفي يعطيها مشاعر زيادة بحيث إنها لو حصل أي شي تقول في نفسها لا والله وأنا جايت من غزوه يقول سابقيني بيوسع صدري هالرجل الذي يحبني هذا الحب كيف أغضب عليه واللي كيف يزعل عليه هذه العاطفة اللي يعني ما نبغى الواحد يترك زوجته حتى تزعل ثم يجي ويبدأ يعطيها عواطف ترى أنا والله أني أحبك وهي تقول في نفسها أحبك وأنا أقول لك ذا كلام وقف عند البقالة اشتر لي ماء عطشانة ذا بحني العطش تقول لا أشربي من البيت كلام غير فعل تحاول أن تتذكر شيئا يدل على أنك تحبني ما هي لاقية أقول لك ذاك اليوم مثلا أختي مريضة تكفى وصلني وانت جالسا عند التلفزيون تابعناك أمبارات ما خليت أمباراتك وتوصلني وين تحبني معه أقول لك ذاك اليوم أنت مصر مراتب خدت لك مثلا راتب جايوا معك كذا من المال قلت لك عطني بس مئتين ريال بقى أشتري حلويات وانا رايحة الأمي مثلا اليوم خميس ولا جمعه وتقول لنا هذا حب وانا الحب اللي عندك لكن لو أنه أغرقها بعاطفته دائما في تعامل في تلطف في لمسه لها في مداعبته لامرأته مثل ما كان نبي عليه الصلاة والسلام يعني تقول عائشة كان إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة تقول طبعا ما قالتنا عن نفسها لكن في الحقيقة هي تقول كان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ثم يخرجوا إلى الصلاة يعني هو طالع يودع زوجته بقبله يا أخي هذه العاطفة اللي قاعد يعبأها عليه الصلاة والسلام في زوجته تجد هذا بنك كامل رصيت لو حصل أي شيء يعني مثلا لما كان عليه الصلاة والسلام يعني لما طالبنه بزيادة النفقة وقال أنا ما أكتر أني أزيد النفقة هذا اللي عندي ما أكتر يا رسول الله أطرأ من النفقة زيادة ما أقدر هذا اللي عندي ثم هجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا ثم نزلت الآيات قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كن يعني يعطيك متاع المطلقة فلوس وتروحين وأسرح كن صراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجرا عظيما ويمر النبي عليه الصلاة والسلام على تسع نساء خير تبغي أنت قاعدين معي على هالحال ترى يوم نجوع ويوم نشبع يمر ثلاثة أشهر ما أوقد في بيتنا نار ما في لحم ولا شيء ما فيه إلا التمر والماء بس وأحيانا لبن ولا حليب أحيانا أتبعت هذه عيشتي عاجبك ولا طلقك ويتزوجك واحد من هالتجار اللي ذبيح تنتصلخ وذبيح تنتذبح وكل شن عندك واشتبين كلهن اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا وحده قالت لا والله اللي أبي عيش صراحة شوي بحبح لا لأن عاطفة عليه الصلاة والسلام طبعا لأنه نبي ولهن الشرف أن يتزوجن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا لأن تعامله يا أخي تعامل يأخذ بقلبها ولبها فما عندها السعدات تروح تجرب غيرها